اشتركوا في القناة وعائشة تقول جعلت أبكي ليلتي كلها ثم جعلت أبكي الليلة التي بعدها تقول حتى إن والدي ليظنان أن البكاء فالق كبدي لا تكاد تأكل ولا تشرب بكاء في بكاء وأي فرية أعظم من أن تتهم المرأة في عرضها وهي بريئة وهي ابنة الصديق وزوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإذا عائشة على فراشها ما تكاد تستطيع أن تحرك عضوا من أعضائها فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإذا هي حبيبتك وزوجتك التي يلاعبها ويضاحكها ويآنسها طالما قضى معها أحسن الليالي والأيام يسمع أحبشة يلعبون في المسجد فيحملها على ظهره لتطل تنظر إليهم يمازحها يلاطفها يرضيها إن غضبت يسأل من أحب الناس إليك فيقول عائشة يثني على أبيها مرارا وإذا هو صلى الله عليه وسلم منذ شهر كامل لم يلمسها ولم تلمسه ولم يجالسها ولم تجالسه وإذا هي منطوية على فراشها تنظر إليه مقبلا بعينين ذابلتين هدهما السهر والبكاء فيأتي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ثم يجلس قالت عائشة عندي أبواي وعند امرأة من الأنصار فلما جلس التفت صلى الله عليه وسلم إليها وجعل ينتزع الكلام انتزاعا قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وسكت ما قال إلا هذه الكلمات تقول عائشة فلما قال ذلك جف دمعي حتى ما أحس منه قطرة من هول الكلام يعني هل ممكن أنت عندك احتمال يا رسول الله أن تكون فعلت فأنت تعطيها الاحتمالين يعني هل أنت ممكن تكون مصدق ما قاله الناس قالت فجف دمعي حتى ما أحس منه قطرة ونظرت إلى أبي قلت أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أبو بكر يبكي قال والله ما أدري بما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفدت إلى أمي قلت أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله صلى الله ما أدري ماذا أقول ماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتت عائشة وهي فتاة صغيرة ثم قالت والله إني لأعلم أنكم سمعتم هذه المقالة فتمكنت من قلوبكم ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني وإن قلت لكم إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتصدقني لكني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال وأرادت أن تقول يعقوب فلصغر سنها نسيت اسمه قالت إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تقول ثم تلففت بلحافي وانفجرت أبكي تقول فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه ولا خرج أحد من البيت إلا وقد أخذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي عليها واشتد ذلك عليها وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد عليه الأمر وتصبب عرقا حتى يرتفع عنه حتى إن أحد الصحابة كان جالسا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه وسلم متربع على الأرض والصحابي بجانبه وركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبة هذا الصحابي فنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الصحابي فتقل حتى كادت ركبتي تندق من الثقل إنا سنلقي عليك قولا ثقيل تقول فأخذه ما كان يأخذه عرفت إنه يحى إليه ثم سري عنه فالتفت إلى عائشة قال أبشري يا عائشة فقد برأك الله تعالى قالت فقالت لي أمي قومي احمدي رسول الله قومي سلمي عليه واشكريه وقال أبي قومي احمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت والله لا أحمده إنما أحمد ربي إنما أحمد ربي تقول ولم أكن أظن أن ينزل الله فيي آيات في القرآن إنما كنت في نفسي أحقر من أن ينزل القرآن فيي إنما أقول لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيي رؤيا وأنزل الله تعالى تسع آيات في أول سورة النور وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خافرني وعظم حرمكم والله خافرني